قال وقال أيضاً ليكن شغلك في نفسك ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك أي اشتغل بعيوب نفسك وتفقد أخطائك وتأمل في معاصيك تأمل في تفريطك في جنب الله ولا يكن شغلك في الآخرين وكم من إنسان قد شغل نفسه بآخرين وربما كانوا عند الله خيراً منه ربما كانوا عند الله سبحانه وتعالى خيراً منه فالذي ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين ولهذا بعض الناس قد يكون حتى مفرط في بعض الواجبات وبعض فرائض الدين وتجده مثلاً ينال من الآخرين طعناً وهمزاً ولمزاً وغير ذلك وهو مفرط في واجبات وفي فرائض ولهذا ينقل عن أحد السلف أنه قيل له ما نراك تتكلم في أحد قال لسه راض عن نفسه قال لسه راض عن نفسه أي شغله أمر نفسه وشأن نفسه وتفقد حاله عن غيره فمن كان شغله في غيره فقد مكر به وعلى كل حال كل ذلك نهي عن الكلام فيما هو إثم من غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو نحو ذلك ولا يدخل في ذلك ما كان من الكلام نصحاً لدين الله تبارك وتعالى ممن هو أهل للنصيحة أمراً بالمعروف أو نهي عن منكر أو تحذيراً من باطل أو نحو ذلك وهذا الاحتراز الذي ينبَّه عليه رحمه الله تعالى والصيانة للسان قلَّ من يسلم منه إلا من وفَّقه الله سبحانه وتعالى والابن القيم رحمه الله كلامٌ قريبٌ من كلامه الذي سبق يقول فيه ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفُّض والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرَّم وغير ذلك ويصعب عليها التحفُّض من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها بالاً ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورِّعٍ عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يُبالي ما يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلٌ والله لا يغفر الله لفلان هذا كلام كثير أو كلمة واحدة قال رجل والله لا يغفر الله لفلان كلمة واحدة ليس كلاماً كثيراً ولا أيام ولا سهور وهو يتكلم فيه وإنما كلمة واحدة والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك قد غفرت له وأحبطت عملك قال ابن القيم فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده هذا العابد الذي عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته